بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. رحب بكم طلابنا الأعزاء. قبل كل شيء خلونا نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونبدأ إن شاء الله today with chapter 5. Today we are going to explain chapter 5 in phonetics and phonology. This is Muhammad Najim and today we are going to explain the main definitions in this chapter and what are this chapter and what's the important and you have to memorize everything in this chapter. So okay, this chapter, this chapter actually is talking about phonemes and symbols. الأصوات والرموز. So in the beginning, في البداية, we are going to review the definition of the elephant. نراجع تعريف الألفون as we said previously in the previous chapters. We have said that elephant is differentialization of a phoneme but it doesn't change the meaning of words. إذن قلنا إحنا الفونيم يعني هو يعني نوع أو نطق مختلف. إدراك مختلف أو صوت مختلف. نطق مختلف عفوا لنفس الصوت ولكن لا يغير المعنى. المعنى ما يختلف. المعنى ما يختلف. عندما أقوله. عندما أقول حشور أشعور معناه شعور. عندما أقول حشور أشعور. عندما أقول حشور، إنها مختلف. معنى ما يختلف. ألافون لا تغير المعاني بشكل عام. و ربما هناك سؤال يقول لك لماذا هناك ألافون؟ لماذا هناك ألافون باللغة الإنجليزية؟ سأقول ذلك لأن هناك أكسنطات مختلفة باللغة الإنجليزية لأن لدينا لهجات و لكنات مختلفة باللغة الإنجليزية لذلك سأجد شيء يسمى ألافون هذا ما نسمى ألافون نسمى بأنه فانيم ماذا نعلم بفانيم؟ أي صوت تغيير المعاني بشكل عام و لقد قلت أنه فانيم هو سيغمت القليل من الفانولوجي في فاناتيك، نسمى فانيم نسمى فانيم ألافون و أنه تغيير المعنى ألافون هذا هو فانيم يغير المعنى عندما أقول باك معناها ظهر و عندما أقول باك معناها حقيبة عندما أختبر فانيم فانيم أيضا يختبر فانيم لذلك هذا ما نسمح فونيم. الآن ننتقل إلى سيجمينتس هل هي المنطقة التي يمكن أن تقسيم الوحدات الوحدة يمكن تقسيم تدفق الكلام المستمر إليها. يعني سيجمينتس هل هي مجموعة من الفونيمات. سيجمينتس هي عبارة عن مجموعة من الفونيم نقدر نقطعها إلى الفونيمات. يعني مما تتكون السيجمينت تتكون من الفونيم. طيب. الآن سننقل عن التوزيع التكاملي. التوزيع التكاملي. التوزيع التكاملي. بما نsav motherf® يسبب متدفق عن الح срав. يعني معناها هي الحالة التي يمكن أن يحدث فيها الفونيم في حالات معينة ولا يمكن أن يحدث في حالات أخرى. هذا ما نسميه التوزيع التكاملي يعني مرات أنا عندي الإيدي تنطق إد ومرات تنطق إت ومرات تنطق يعني إت إد إيدي مثلا بوك بوكت إت وإد ودي بس دي فهذا يعني تشوف مرات النطق يختلف لنفس الفونين هذا ما نسميه باللغة الإنجليزية بكامليمنتري ديستربيوشن التوزيع التكاملي أوكي الآن سوف نعطي مثال على الألفون طبعا يعني رح نلطيكم مثال على الألفون مثال جدا مهم سوف نعطي ثلاث أنواع عدنا من الأل كما تعلم طبعا اسرين سوف نكونいます اتصل على طبعا لدينا نعت compensation في الاعلان لقد أعتقد أنني لا يمكنني أن أتحدث في الإنجليز ربما ولكن في الحقيقة، لقد أستطيع أن أتحدث في الإنجليز ولكن with that's the problem that many people many students they will not understand me very well so sometimes when I speak in English that does not mean that I don't have the ability to speak in English actually I love to speak, I like to speak in English and to teach in English but the problem that many students will not understand me so this is the reasons behind I all the time I'm speaking in Arabic actually because I want to give you the idea to explain but now I think you are good and you have the ability to understand me very well so thank you very much for good people for respected for respectable persons and students and also teachers as well so now we are going to talk about dark L so what do we mean by okay so now I will explain to you what do we mean by dark L okay when when the I mean the L L sound when it proceeded by vowel لما تجيني شوكت شوكت لما تجيني بعد حرف العلة بعد صوت العلة عفوا يعني بالبداية okay I have in the beginning I have vowel I have vowel and the vowel and then I have L sound وبعدها عندي صوت العل in this case في هذه الحالة we will see we will find dark L راح نلقى صوت this sound called dark L and if I give you a word like for example feeling of feel or feel you will say that this kind is called dark L هذا هو نوع L why why because because I have vowel before the sound L so now I'm going to move to the next type of L it's called light L or sometimes we called clear L so what do we mean by clear L and or light L اللي هي اللام الخفيفة اللام التي ليست ثقيلة عكس L we we will find this kind of type this type of L when it is followed by a vowel what do we mean what do we mean by when it followed by a vowel it means that if we find L and after L there is vowel so in the beginning I have L and next I have a vowel if I have L and I have vowel this kind this kind I will call this kind L okay how they manage me be L any questions please okay now I will explain something in Arabic what do we mean by light L شنو نسمي بالنوع L light no one light اللي هو لما تجيني L وبعدها تجيني vowel يعني بالبداية عندي L vowel L vowel this type I will call it a light or a clear L this is the next or the the second type of L okay now let's move to the last type of L we have devoid L what do we mean by devoid L sorry it means when it preceded by P-T-K if I find P-T-K in an English word another English word I will say that this type is devoid هذا النوع إنسمي devoid إذا لقيت عندي P-W-T-W-K for example I have plan plan or even a plane plan or plane the same thing I will say that this type of L called devoid and if I ask you a question and I say to you why why I why I consider the sound L in this word in the in the in the plan word as a devoid L why do we consider this type of L as devoid you are going to give me the reason behind that by saying because it's because there is P in the beginning of the word and if I say if I find P-T-K I will say that this type of L is devoid and then إذا عندي P-T-K with 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 P-T- in grammar or even in morphology and in morphology and phonetics and linguistics everything you have to give an example you have to memorize an example because an example will make that that topic in your mind forever and if you study everything without example without without an example you will ever never remember this type or this kind or this topic in any types or any major in english yes any questions please yes i think there is an there is something there is someone uh who want to say to ask me any question i don't know who is who who is but i hear a voice yes excuse me is there any mark for the divisional is there what sorry what do we mean by that i have said better okay if we if we find better okay this means that this type of l is the voice so the mark you mean as you as you have said uh the mark is better okay i mean uh we add a mark uh to differentiate to distinct the less on the l sound to uh after what actually all the syllabic consonant all syllabic consonants we have a small silker under the to say or to give give us that to give us an information or to to show us that this this is not phoneme this this is syllabic do you do you mean that uh i think the mark for for the syllabic layer it is uh small vertical all the syllabic consonants all syllabic consonant كل syllabic consonant is uh that this is not a normal phoneme هذا هو muslim phoneme but it is a syllabic consonant do you do you know what's meaning by what did you know what meant by a syllabic consonant how many how many syllabic consonant are there in english there are five syllabic consonant and how how can we just how can we distinguish how can we differentiate between uh normal uh phoneme and syllabic consonant who can tell me yes we can add small vertical mark small yes small small vertical mark this is this is this this mark is uh is uh already written to tell us that this is syllabic consonant it is not normal phoneme yes and then طلبنا العزة now we move to free variation free variation means tabayin الحر what do you mean by tabayin الحر is the situation whereby whereby the elephants of phoneme can be pay attention to this word substituted substituted it means change change stepdad for each other without without change and meaning يعني الفريفراشن بمعنى انه اذا غيرت كلمة بكلمة ما راح يختلف المعنى وعلى سبيل المثال feeling وفيلنج اذا سويته feeling او اذا سويته feeling ما راح يختلف المعنى again مرة اخرى what do you mean i have a free freeporation 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 means if i if i change any phoneme sorry elephant if i change any elephant of any phoneme the meaning will not change the meaning will still remain consonant there is no difference there is no change in meaning there is no change in meaning اذا ما كان عندي تغيير بالرغم ان انا غيرت الالفون غيرت من نطق ما للكلمة وما اختلف المعنى فهو freeporation يعني we can say that water and water water and water and water and this is the same the same word even though there is different meaning but it's it's the same so this is what we call by freeporation what do we mean by freeporation again who can explain to me in english please not what i think who cannot change of meaning oh it is it's the case it's the case here hala that if i change the elephant if i change the elephant of a phoneme or in a sound there is no change in the meaning the meaning will stay or still the same the meaning will still the same for example we have feeling and we have feelings yes this is an uh you know aspect of the elephant خاصية من خوائص الالفون الآن ننتقل على السامبلز عن ترانسيكلبشين طبعا من نسبة للرموز والنسخ هذا التعاريف طبعا بس مجرد تحفظونها ما لا يراّد ضرط ايشك لأيش بها الجديد ولا أيش فيها يعني غريب تحفظون وحفظ ومثل فأني هذه النؤمنnya لا تس units تسبب الا قwait يتكلمين ب silos لم تم ارخض من jamaj想 مجرد تسلب في البقاعد فشيء لها لا ترسلي ايها وقدم نصنعها لان ما حى يجيب لكم الها عندك الباب الفناميك ترانسيكريبشن اللي هو رسم الصوتي اللي هو ينطيك الكلمة وانت تعطي لها الرمزة صوتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لا يحتوي على الكثير من المعلومات نسخ البدل الصوتي نسخ البدل الصوتي لكن يحتوي على الكثير من المعلومات وشكرايتك أيضاً طلابنا العزاء احنا ذكرنا بالمحاضرات السابقة وقلنا البريفورتس إذا تذكرون به بهذا الموضوع اللي هو العملية التي هي عبارة عن عملية هجوم مسلح من قبل القوات القوية من قبل الأصوات القوية على أصوات العلة القصيرة حيث نتائج هذا الاحتلال أو نتائج هذه المعركة أن أصوات العلة سوف تصبح قوية بسبب الهجوم الذي أحدثته الأصوات القوية يعني هذا مثال مثال لتجعله أكبر لأن كما تعلم إذا أعطيك مثال سأجعل شيء أكبر أكبر إذا أعطيك مثال شوية العملية سأصبح أوضح لذلك دائما خليها ببالك الأصوات القوية هي أصوات هي عبارة عن جيش جرار قام باحتلال الأصوات الضعيفة أصوات الأصوات فجعل هذه الأصوات أقصر أصوات الأصوات القوية طيب الآن إنها عندك بعض الملاحظة المهمة يقول إذا كان الصوت العلة طويل إذا كانت عندي أصوات قوية تخلي أصوات العلة قصيرة ويخلو لها ويخلو لها أذن النقطتين راح نحذفهم ما للطول إشارة إلى أن هذا الصوت أصبح ضعيف بسبب الهجوم الذي تعرض إليه من الفورتس كونسنت حسنا لنا رقم 2 إذا كان الصوت القوية والأصوات الأصوات سيكون أصوات القوية تشريد من طويل إشارة إلى أن هذا الصوت أصبح آخر قصراً بسبب وجود الصوت أو الصوت الصوت تثير إذا عند دفتونج، ستكون علامة قصر اللي هي هاي العلامة اللي تقريبا نقدر نقول عليها شبه الفتحة بس ولكن مقوسة اللي تكون على الجزء الأول من الدفتونج، علامة على إن هذا الصوت أو إشارة إلى أن هذا الصوت قصير حيث قد تأثر هذا القصر بسبب وجود الأصوات القوية حقاً كأنا قلت نظرة و مات الأطعمة صفت الأصوات القوية، أمات الأطعمة % thats七 lang 七 lang \'id 因为 نخلص صوت قوي رح يؤجم على الأصوات الضعيفة أو على أصوات العلة ويخليها أقصر بسبب أنه صوت قوي وهذه هي الحياة دائما القوي يتسلط على الضعيف ونسأل الله سبحانه وتعالى يشافينا الشر القوي ويخلينا صحتنا ويبعد عننا الأعداء ويبعد عننا الجيران وانتا تعرفون شين المعنى زين إذا أكو سؤال أنا حاضر